السلام عليكم طلابي الأعزاء الله يعطيكم العافية رحب أقدم لكم بهذا الحصة شرح البند الرابع من وحدة الحرارة عنا بعنوان الحرارة الكاملة للانصهار والحرارة الكاملة للتصعيد خلينا نبسط الأمور لنفترض أنه إحنا بدنا نقوم بعمل تجربة أحضرنا قطعة من الثلج موضوعة فيه هنا تمام؟ قطعة من الثلج ولنفترض أنه هذه درجة حرارة قطعة الثلج إحنا منعرف الثلج بتجمد على درجة حرارة تحت السفر خلينا نفترض أنها ناقص 20 سلسيوس تمام؟ وبلشت أنا أعمل لها تسخين إيش يعني أعمل لها تسخين؟ يعني بحاول أرفع من درجة حرارة من الناقص 20 للناقص 15 لنفترض أنه فيها هنا عندي ميزان حرارة بشوف وأنا بسخن فيها بسخن فيها وأنا بسخن بقطعة الثلج تمام؟ خلينا نفترض أنه هذا تسخين تسخين وأنا بسخن فيها بلاحظ يا أستاذي أنه على ميزان درجة الحرارة ترتفع من ناقص 15 لناقص 10 لناقص 5 لعند السفر بلاحظ عندي السفر أن قراءة الميزان تثبت لفترة زمنية معينة إذن الدرجة التي تثبت عندها في التحول من الحال الصلبي إلى الحال السائلة تسمى بدرجة الانصهار إذن هذه الدرجة التي ثبتت عندها في التحول من الحال الصلبي إلى الحال السائلة تسمى بدرجة الانصهار وسبب ثبوتها سبب ثبوتها يعني قطعة الثلج لما وصلت عند سفر سليسيوس منلاحظ أنها بتثبت بتظل تتحول لمي لسائل لماء لماء تمام وهي عند درجة سفر سليسيوس ما بترتفع تقعد فترة زمنية معينة لا تصير كلها مي بعد ذلك بتصير ترتفع إذن تثبت درجة الحرارة عند سفر سليسيوس هذا للماء أو لأي مادة عند التحول من الحال الصلبي إلى الحال السائلي هذه الدرجة اللي ثبتت عندها نسميها درجة الانصهار وسبب الثبوت لأن درجة الحرارة هون في عملية التسخين لا ترتفع لأن هذه الطاقة اللي أنا بزود فيها للطاقة الحرارية تستخدم في عملية التغلب على قوة التجاذب بين الجزيئات إذن هنا بتصير عملية التسخين لا ترفع درجة الحرارة إنما تعمل على التغلب بين الجزيئات لتحويلها من حال صلبي إلى حال سائلي لما تصير مي بشكل كامل تتحول لحالي سهل بشكل كامل تبدأ من جديد بالارتفاع درجة الحرارة من 0 إلى 5 إلى 10 إذن نقدر نعرف درجة الانصهار كالآتي هي درجة الحرارة التي تبدأ فيها المادة هي درجة الحرارة التي تبدأ بها المادة بالتحول من حالي صلبة من الحالي الصلبة إلى الحالي السائلة إلى الحالي السائلة هذا تعريف درجة الانصهار إذن خلال عملية التسخين أثناء عملنا التجربة وجدنا أن قطعة الثلج على سبيل المثال لأنه نحن نعرف أنه الماء تتجمد على السفر خلال عملية التسخين ظلت درجة الحرارة ترتفع عند السفر سيليسيوس بلشت تتحول من ثلج وبلشت تذوب لماء خلال ذوبانها أو أثناء ذوبان هي تتحول من ثلج لماء ثبتت عند درجة سفر سيليسيوس لفترة زمنية معينة لأن هذه الحرارة التي أنا أزودها فيها تعمل على التغلب في الجزئات تتحويلها من صلبي إلى سائلة لما تصير مي بشكل كامل أو سائلة بشكل كامل تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع من جديد إذن عند السفر سيليسيوس عند نقطة التحول أو عند درجة التحول من حالي لحالي أخرى أو من حال صلبي إلى حالي سائلة منسميها درجة الانصهار هذه أول خطوة الثلج أثناء تحويله إلى الماء عند درجة سفر سيليسيوس تثبت درجة الحرارة تمام عند هذه الدرجة ويبدأ الماء بالانصهار يبدأ الماء بالانصهار ودرجة الحرارة ثابتة إلى أن يتحول إلى ماء بشكل كامل ثم درجة الحرارة نعمل عملية تسخين جديدة أيضا لسه بنسخن في عملية تسخين تحول لماء طيب بس يتحول لماء بتبلش ترتفع من سفر لعشرة لعشرين لثلاثين لأربعين لخمسين لستين لا توصل مية عند مية سيليسيوس أيضا تثبت لأنه هنا في عملية تحويل من حالة لحالة أخرى نلاحظ أنه عن درجة مية سيليسيوس الماء يتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية تماما نفطر هذا الماء إذن ببلش يغل الماء الماء يبدأ بالغليان ويصير في عنا زي بخار إذن بتحول من حالة لحالة أثناء تحوله من ماء إلى بخار تمام يثبت عن درجة مية سيليسيوس ما بقدر أزيد درجة حرارته يثبت لفترة زمنية معينة عن درجة مية سيليسيوس هذه الدرجة اللي بتتحول فيها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية منسميها درجة الغليان إذن نفس درجة الإنصغير لكن الحالة التحول من سائلة إلى غاز إذن درجة الغليان هي درجة الحرارة التي تبدأ بها المادة بالتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية إلى الحالة الغازية هاي أول مفهومين واضحات بشكل ممتاز ننتقل الآن إلى مفهوم جليد يسمى بالحرارة الكاملة للإنصهار إيش يعني الحرارة الكاملة للإنصهار؟ من شوي اتفقنا مع بعض أنه أنا خلال عملية التسخين وصلت عند سفر سليسيوس وثبتت درجة الحرارة ظليت أسخن وظلت ثابتة هذه كمية الحرارة اللي أنا زودت فيها المادة عشان أحولها من حالة صلبة لحالة سائلة عند سفر سليسيوس اللي تعني درجة الإنصهار تسمى بالحرارة الكاملة للإنصهار كمان مرة عملية الحرارة اللي زودتها للمادة هلا في حالتنا هذه الماء الحرارة اللي زودتها للماء عند سفر سليسيوس حتى حولتها من حالة صلبة إلى حالة سائلة تسمى بالحرارة الكاملة للإنصهار تعريفك يا الآتي كمية الحرارة اللازمة لتحويل وحدة الكتل أي كتلة من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند درجة الإنصهار بقصود فيها كالاتي يعني من أول ما ثبتت اللي عند سفر سليسيوس في حالة الماء هذي كمية الحرارة من عند سفر سليسيوس وأنا بسخن وظل الثابت لعند سفر لا حد ما تحولت من حال صلبة لحال سائلة كمية الحرارة عند درجة الإنصهار اللي في حالتنا للماء عند سفر سليسيوس ستحويلها من حال صلبة إلى حال سائلة هذا تسمى بالحرارة الكاملة للانصهار وكيف يمكن حساب هذه كمية الحرارة يمكن حسابها كالآتي بقول كمية كمية الحرارة اللازمة لانصهار مادة ماء لانصهار مادة ماء تساوي كتلة هذه المادة كتلة المادة كميش أنا كتلة على سبيل المثال الماء أو كتلة الزيت أي مادة بسخن فيها ساوي كتلة المادة ضرب الحرارة الكاملة للانصهار الحرارة الكاملة للانصهار تمام إذن بقدر أنا أكتب هذا القانون كرموز لو تكمية الحرارة اللازمة لانصهار مادة بكاف ح الكتلة برمز لها بالرمز كاف وحرارة الكاملة للانصهار منرمز لها بالرمز ح ومنكتب كلمة انصهار إذن هذا القانون كمية الحرارة اللازمة لتحويل قطعة الثلج على سبيل المثال أو أي ماد من الحال الصلب إلى الحال السائلة عند درجة الانصهار نفس الشيء أيضاً أنا لما بحول المادة من سائلة إلى غاز اتفقنا إنها بتثبت درجة الحرارة عند درجة الغليان فبالتالي بدي أعرف أن الحرارة اللي عملت لها تصعيد أي الحرارة عند درجة الغليان اللي حولتها من حال سائلة إلى حال غازية بالحرارة الكاملة للتصعيد نفس التعريف هي كمية هي كمية الحرارة اللي بتلزمني لتحويل وحدة الكتل من المادة من الحالة أنا مش الصلبة السائلة إلى الغازية من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية إلى الحالة الغازية وعند أي درجة عند درجة الغليان عند درجة الغليان اللي بتثبت عندها درجة في التحويل من السائل إلى الغاز هذه منسميها بالحرارة الكاملة للتصعيد إذن كمية الحرارة اللي بتلزمني حتى أحولها من سائلة إلى غاز عند درجة الغليان وفي مثال الماء عند الميت سيليسيوس منسميه بالحرارة الكاملة للتصعيد نستطيع كتابة القانون كالآتي كمية الحرارة اللازمة للتصعيد كتل ماء أي لتحويلها من حالة سائلة إلى غاز عند درجة الغليان تساوي كتلة هذه المادة مضروبة بالحرارة الكاملة للتصعيد وبالرموز لو بدنا نكتبه بالرموز كمية الحرارة كاف حا تساوي الكتلة بنرمزها بالرمز كاف حرارة التصعيد حا وبنكتب في حدها كلمة تصعيد إذن عندنا هذا القانون بعطيني كمية الحرارة اللي بتلزم لتحويل المادة من سائل إلى غاز عند درجة الغليان كيف يبالك أيضا يا أستاذي أن درجة الانصهار الانصهار ودرجة زائد درجة الغليان زائد درجة الغليان تختلف تختلف من مادة إلى أخرى من مادة إلى أخرى على سبيل المثال إحنا بنعرف أنه درجة الانصهار للماء سفر ودرجة الغليان مية لكن هذا الشيء بختلف عن على سبيل المثال الزيت أو أي مادة ثانية ذهب فضة نيتروجين هيليوم تختلف إذن درجة الانصهار ودرجة الغليان تختلف من مادة إلى أخرى كذلك الأمر كمية الحرارة أو أعتبر الحرارة الكاملة للتصعيد والحرارة الكاملة للانصهار الحرارة الكاملة للتصعيد والحرارة الكاملة للانصهار للانصهار أيضا تختلف من مادة إلى أخرى تختلف من مادة إلى أخرى إذن بعتمد على نوع هذه المادة لأن كل مادة تكون لها ترابط ترابط الجزائيات فبالتالي لو ألقينا نظرة هذا الجدول يعطيني على سبيل المثال الماء معطيني رمزه درجة الانصهار بنصهار على 0 سلسيوس وبيغلي على 100 سلسيوس لكن لو ألقينا نظرة على أي مادة ثانية الأكسجين لاحظ قدش درجة انصهاره الأكسجين بنصهر على ناقص 226 وهو بالسالب بنصهر وبيغلي أيضا هو بالسالب بيغلي على الناقص 182.97 لو ألقينا نظرة على مادة ثانية النحاس النحاس ينصهر على درجة 1084 سلسيوس ويغلي على درجة حرارة 2562 كل مادة إلها درجة انصهار ودرجة غليان وحرارة كامل صهر وحرارة كامل التصعيد تختلف عن أي مادة أخرى ما هي وحدة كل من حاء الانصهار أي الحرارة الكاملة للانصهار وحاء التصعيد إيش وحدتهم؟ بماذا يقصن؟ ما هي الوحدة الفيزيائية؟ أنا لو وجيت أشتق قانون سواء حرارة الانصهار أو حرارة التصعيد حاء الانصهار الانصهار أو حاء التصعيد إيش قانونين؟ بقسمة الطرفين هذا بدي أخليها لحالة بقسم على الكتلة على الكتلة حاء تساوي كمية الحرارة على الكتلة إذن وحدتها جول جول على إيش؟ على كيلو جرام إذن وحدة الحرارة الكاملة للانصهار والتصعيد جول على كيلو جرام إيجاك سؤال بهذا الصيغة ما المقصود؟ قبل شوق قلنا نظرة على الجدول شوفنا الحرارة الكاملة صار للماء تساوي 3.33 ضرب 10 قوة 5 طبعا فيه كان 10 قوة 5 جول لكل كيلو جرام إيش معناتها؟ إيش ما المقصود؟ ما المقصود الفيزيائي بهذا التعريق؟ أول إيش الإجابة هتكون كالآتي الإجابة بتقول له أي أن تعريف الحرارة الكاملة هي كمية الحرارة أي أن كمية الحرارة لاحظ تعريف الحرارة الكاملة صار كمية الحرارة اللازمة لتحويل وحدة الكتل إيش يعني وحدة الكتل؟ يعني 1 كيلو جرام من المادة إذن ما المقصود بهذا التعريف؟ أي أن كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلو جرام من الماء من الحال الصلبة من الحالة الصلبة إلى الحالة إلى الحالة السائلة كم يساوي 3.33 ضرب 10 قوة 5 جول مش هذا التعريف إذن كان عندي تعريف الحرارة الكامل صارت كمية الحرارة بتلزم لتحويل 1 كيلو جرام محنة الكتل من المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند درجة الانصهار يساوي عند درجة الانصهار عند 0 سليسيوس درجة الانصهار تمام كمان مرة ما المقصود بأن الحرارة الكاملة الانصهار للمادة للماء عند درجة 0 سليسيوس هذا الرقم أي أن كمية الحرارة تلزم لحول الماء من حالة صلبة إلى حالة سائلة عند درجة الانصهار عند 0 سليسيوس يساوي 3.33 ضرب 10 قوة 5 جول لكل 1 كيلو جرام سأل سؤال بالكتاب بنفس الطريقة ما المقصود بقولنا أن الحرارة الكاملة انصار نحاس مقداره 1.34 ب 10 قوة 5 جول لكل كيلو جرام عند درجة سليسيوس هذه الدرجة سليسيوس الإجابة تكون بنفس الطريقة الإجابة بنفس الطريقة كمية الحرارة أي أن كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 كيلو جرام من النحاس من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يساوي كم رقم 1.34 ضرب 10 قوة 5 جول عند درجة الغلايا اللي معطيني إياها للنحاس 1084.6 سليسيوس سؤال آخر بكل أيهما يحتاج إلى كمية أكبر من الحرارة انصهار قطعة من الجليد أم تصعيد الكتلة نفسها نفس الكتلة نفس الكتلة من الماء من الحال السائلة إلى الحال الغازية علما بأن الحرارة للانصهار للماء معطا والحرارة للماء التصعيد على قانون كمية الحرارة كمية الحرارة للانصهار إيش بيساوي يساوي الكتلة بحال انصهار صح ولا لا وكمية الحرارة للتصعيد إيش قانونة كتلة بحال تصعيد صح ولا لا طيب بالمسألة الكتلة متساوي لأنه بكل أيهما يحتاج كمية من الحرارة انصهار قطعة من الجليد أم تصعيد الكتلة نفسها فبالتالي الكتلة بالطرفين هانمالها هي نفسها فبالتالي كمية الحرارة تتناسب طرديا مع حرارة الانصهار وهنا كمية الحرارة تتناسب طرديا مع حرارة التصعيد التي لها حرارة أكبر يكون كمية الحرارة لها أكبر مين أكبر حرارة الانصهار للماء ولا حرارة التصعيد لاحظ هذه 3.33 ضرب 10 قوة 5 هذا 2.26 ضرب 10 قوة 6 فبالتالي اللي فيها قوة أكبر هذا الرقم أكبر من هذا الرقم وكمية الحرارة ترضية مع حرارة الانصهار كمية الحرارة ترضية مع حرارة التصعيد فبالتالي الإجابة كل آتي بما أن حرارة الماء التصعيد أكبر من حاء الماء الانصهار يكون كمية الحرارة كمية الحرارة اللازمة للتصعيد أكبر من كمية الحرارة اللازمة للانصهار اللازمة للانصهار إذن كمان مرة كمية الحرارة بتتناسب طرديا مع الحرارة الكاملة للانصهار ومع الحرارة الكاملة للتصعيد والكتلة ثابتة هاي الكتلة نفس هاي الكتلة فبالتالي التي لها حرارة أو التي لها حرارة كاملة للانصهار أو حرارة كاملة تصد أكبر تكون كمية الحرارة لها أكبر مين أكبر؟ نلاحظ أن هذا الرقم في عشر قوة خمسة هذا عشر قوة ستة هذا الرقم أكبر من هذا الرقم فبالتالي كمية الحرارة للتصعيد أكبر من كمية الحرارة لانصهار الماء السؤال آخر ما العلاقة بين درجة انصهار المادة ودرجة تجمدها المادة للمي وين انصهرت على السفر والماء وين اتجمدت على السفر إذن هي نفسها ليش؟ لأن المادة تنصهر عند درجة التجمد فبالتالي درجة الانصهار هي نفس درجة التجمد إذن المادة تتجمد عند نفس درجة انصهارها على سبيل المثال الماء ينصهر عند سفر سيليسيوس ويتجمد عند سفر سيليسيوس نفس الشيء ما العلاقة بين درجة الغليان ودرجة التكاثف أيضا هي نفسها الماء يغلي عند مئة سيليسيوس ويبدأ بالتكاثف عند مئة سيليسيوس إذن هي نفسها المادة تغلي عند درجة التكاثف نفسها على سبيل المثال الماء يغلي عند مئة ويتكاثف أيضا أو يبدأ بالتكاثف عند نفس درجة الحرار ليت ميت سلسيوس